باحثون وأكاديميون مغاربة قدموا نظرات متقاطعة حول مؤلفات وأبحاث عاملة الاجتماع والكاتب البارز الراحل فاطمة المارنيسي وذلك في إطار فعالية الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب اللقاء الذي احتضنه رواق فاطمة المارنيسي تناول خلاله الباحثون والأكاديميون الأفكار والقضايا الكبرى التي تناولتها الكاتبة الراحلة في أعمالها بما في ذلك النسوية والإسلام والحداثة والفردانية مصار فاطمة المارنيسي مميز بوجود ثلاث لحظات مهمة بدءا من اتباعها في أعمالها لخطاب استشراقي ثم خطاب ما بعد استشراقي وأخيرا توجهها نحو مناوئ للاستعمار وأكد بعض المتدخلين في هذا اللقاء أن فاطمة المارنيسي قد أبرزت في كتب مثل أحلام النساء والخوف من الحداثة الإسلام والديمقراطية وشهر زاد ترحل إلى الغرب أبرزت مدى أهمية مفاهيم الفردانية والتفرد في الحياة العائلية للمغاربة مشيرين إلى أن الراحلة كانت تتابع أيضا قضية تحرر المرأة عبر التاريخ من القيود والضغوط العائلية التي تمنعها من تعزيز صفاتها الفردية في أخبار العالم لقي 42 شخصا على الأقل مصرعهم في هايتي واعتبر 11 آخرون في عدد المفقودين إثر فيضانات النجمات عنه طول أبطار غزيرة في نهاية الأسبوع الماضي وتسببت كذلك بتشريد الآلاف بحسب ما أعلنت السلطات أمس وتسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في سبع من مقاطعات البلاد العشر وبحسب الأمم المتحدة فإن الأمطار الغزيرة أدت لا تضرر 37 ألف شخص ونزوح 13 ألف وأربعمائة شخص عن ديارهم وحتى قبل هذه الفيضانات كانت هايتي تواجه أزمة إنسانية حدة إذ أن ما يقرب من نصف سكان الدولة الفقيرة كانوا بحاجة إلى مساعدة إنسانية وهو رقم تضاعف في قضون خمس سنوات فقط وفقا للأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر